تعالوا بص على جدوة الدوري قبل ما اكلمكوا خالص عن مباراة الاهل والجونة ووريك شكل الدوري في الكمة عامل ازاي؟ تحس بقى ان اللي هيبص من بره هيقولك المنافسة شرسة جدا على الصدارة في الدولة المصر وهي حقيقة يعني نظرين بس الكورة مش حلوة الزمالك في الصدارة ب51 نقطة من 23 مباراة برامد في المركز الثاني بنفس رصيد عدد المباريات ولكن ب49 نقطة فرق نقطة فقط عن الزمالك الاهل عنده 21 مباراة جمع فيهم 45 نقطة لو كسب المباراتين المؤجلتين هيبقى بنفس الرصيد مع نادية الزمالك يعني هيبقى الاهل 51 الزمالك 51 برامد 49 تعال بقى على فيوتشر وسموحة فيوتشر وسموحة كل فريق فيهم عنده 39 نقطة طيب ده معناه ايه؟ معناه انه هم فرقين عن المتصدر ب12 نقطة اربع مباريات اربع خسال للاهل اربع خسال للزمالك زي يوم لبرامد سموحة وفيوتشر يخشوا في منفسها على الصداء لو طبعا كسبوا مباراتهم اللي جاية فيوتشر عنده اهل وعنده زمالك كمان بالمناسبة طيب هتقول لي يكسبوا او الاهل والزمالك يخسروا اربع مباراة بص على الجدول يا فنة هتلاقي الزمالك خسران اربع مباراة فعلا ومتعادل تلاتة هتلاقي الاهل خسران اتنين ومتعادل ستة يعني النقاط السنادي في الدوري بالنسبة للاهل والزمالك فيها اهدار كثير جدا 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 يعني لو فيوتشر واسموحة امنه بحظوظهم ممكن لو بيرامدز طبعا اللي اقرب للاهل والزمالك على الصدارة امن انه يقدر يكسب الدوري ممكن لسه بدل على الدوري بس انا عجبني ان الشكل ده جديد الشكل ده جديد علينا كان دايما الاهل والزمالك بيتصرع على النقاط والباقي تحت اوج يعني هتلاقي مثلا مثلا يعني الاهل والزمالك 51 نقطة وتلاقي مثلا سموحة عنده 17 نقطة بعيد اوج لكن دلوقتي لا الكل قريب الكل قريب على الصدارة اصلا المركز الرابع لو انت بصيت عليه هتلاقي فيه اكتر من فريق بنك الاهل وطلعه على الجيش واسموحة وفيوتشر ادارية نفسه عليه ده الرابع على الاقل على الاقل المربع الزهبي على الاقل فالكلام فوق حلو الكلام فوق حلو تعال انزال لي تحت بقى سيبك من ده كله وانزل من بعد العشر هتلاقي من بعد العشر الكلام كبير مصر مكاسة واسترن يعني امورهم صعبة وان كانت الامور ما زالت قائمة امورهم صعبة وان كانت الامور ما زالت قائمة التالت التالت في الصراع الهبوط لا منافسة شرسة جداً لإسماعيلي المكون العرب والجونة ويجي بعديهم بشوية تلت فرق الجونة وغز المحلة أو غز المحلة وسرامية كروباترة وإمبي من بعيد شوية بس انت بتتكلم على صراع الهبوط في رأيي في رأيي أخف من صراع أو منافسة الصدارة السنادي ودي حاجة مميزة دي حاجة استثنائية دي حاجة استثنائية يعني الحكاية دي مش موجودة كتير في الدور المصري على مدار سنوات صعب تشوف في أكتر من فريق قريب من الصدارة صعب هي الحكاية دايماً أهلي وزمالك زمالك وأهلي لكن فرق تبقى قريبة من الصدارة ما كيتش موجودة في الدور هتقول لي ده معنى إيه معنى أن الدوري بتاعنا السنادي قوي جداً هقولك نظرياً على مستوى الجدول آه لكن على مستوى الكورة لا هو اللي مخلي الكلام ده يحصل أنه الفرق الكبيرة بتهدر نقاط في منتهى السهولة في منتهى السهولة عندهم أقطاء بالجملة عندهم مشاكل بالجملة مشاكل فنية فخلت المنافسة قريبة وده دايماً اللي كنا بنقوله الكل شبه بعضه في الدورة المصري دلوقتي بكوالة اللاعب اللي موجود دلوقتي الكل بقى شبه بعضه فرقات بسيطة جداً